موسيقى موسيقى السلام عليكم ده حلقة جديدة من اللقم هرية الاكل يعني احنا احنا كل يوم بنعمل الاكل وكل يوم بنعمل وصفات وكل يوم بنعمل حاجات خفيفة وفي حاجات تقيلة وفي حاجات لازم نكون يعني لمسين شوية ان مش شرط كل يوم هي الام اللي بتخش تعمل المبخ او تعمل الاكل في المبخ يعني معنى ايه كده؟ معنى ممكن حد من الصغيرين يخش المبخ ودورنا نحاول نوصل المعلومات بشكل بسيط ونحط لما قدير تكون خفيفة ما فيهاش مجهود للدرجة اللي نحتاج فيها خبير واقف معنا في المبخ او طبعا القبو بالاخص او للفرق على برنامج اي حد فين يخش يعمل الاكل بالمنخص كده اكلات سريعة وخفيفة تكون لديها نفس في البيت وكل الاطراف اللي في البيت موجودة الصغير وكبير ولي ولي يأكل الاكل ده نقدمه مختلفة شوية بس بجد انا بحاول اعمل حلقات حتى بحاول تاخدوا يعني بلكم بارح والنهاردة بحاول اعمل حاجات تكون خفيفة وسريعة وبسيطة زي مثلا حابة مكارونا حابة فراخ بس مع الخضار مع دبيلة حلوة مع صوص لطيف ما يكونش قبل كده عملناها بشكل يكون يعني متكرر بس يكون فيه طريقة مختلفة هنشوف هتعمل ازاي حاجة تانية هعمل حاجة اسمها بيف السريجانوف او اللحمة اللي هي معمولة بصوص اللحمة يعني هو مش بهزر والله اللحمة عادية جدا بقري زي دي يا شفيق قطع زي الشاورمة ولكن عملها بصوص الديمجلاس اللي هو صوص البني او صوص اللحمة مع الكريمة اللباني وبرضو اطلعها مثلا مع روز قرية لو حبيت او مع مكارونا سباكيتلي وليها طعم كويس جدا هنشوف بتعمل ازاي طبق الشربة بسيط جدا اعمله بالفراخ او باللحمة او بالخضار المهم اسسياته واحدة ولكن الطعم بيختلف عايز اعمل حبة شربة بمكعبات اللحمة مع الكريمة طريقة جديدة مختلفة شوية وليها طعم كويس مميز خدوا بالكو اللي جاي كله هكون هنوعد لحوم لاني طبق الحرق وعارفين كل سلام طيبين مقدما الايد الكبير والايد الاضحى داخل علينا فاكيد لازم نتكلم فتفاصيل كتير جدا بعد الفاصل يا اهلا بيكو مرة تانية معلوم هناء طيب ملخص الحلقة دي فحكتين ربع كيلو لحمة ونبع كيلو فراخ والباقي كله على ما اعتقد يعني تعالى كنا عم شافيه معلزنك فلفل الوان والكريمة لباني وبصل وزبدة وكرافس وكرات وخيار مخلل وزتون وجبنة وحبة كريمة وتوم وحلل وزيت وطماطم عصير وحلة وموجود صدرين فراخ من قطعين زي الشاورمة حت اللحمة برضو من قطعين زي الشاورمة حتة لحمة طعم وقعبات ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا ونطنع على الثلاث البقر وبتكلم عليهم ابسط من بعض انا ما اعتقد ما بحبش انا فكرة ان انا قاعد اكلكع في المقادير او ازود في المعايير ودي هتكلف كتير يعني كلام كله غريبا اللي شابه لبعضه بقى شكله بعضه ده المقصود من كلامي فانا هعمل النهاردة بيف او اللحمة البقري هتبقى معمولة بالخضرة معمولة بالسوس برضو تبقى الافرانكا شوية لو حابب اعملها حابة مكارونا ومالو مش حابب حابة رز برضو ومالو انا عاملها مكارونا الاوقع شوية عشان تبقى لها طعم كويس والفراخ نفس الكلام حيث تقامل بمساكل بسيط جدا بس جوه المكارونا الفراخ هتبقى جوه المكارونا ان هي فراخ بالمكارونا او مكارونا من الفراخ اما فكرة اللحمة دي تطلع لوحدها في طبق مع سوس الدمجلاس وعايز احطنها بقى زي ما قولنا اي حاجة زيادة ما عمديش مانا الشربة يعني احبت اللحمة صغيرين جدا هعملهم بفكرة الكرافسة وكرات مع الكريمة اللباني مع علاقة زيبدة ومع علاقة دي وانتوقع على نشتغل على طول بقى طيب نبدأ بايه؟ نبدأ بالفراخ وانتبقى لها كويس عشان خاطر يكون ليها نفس كويس وكانت تشوح وتاخد وقتها وكانت حط عليها كل الخضار اللي احنا عايزينه طيب مابدا ايام بسم الله حابة ملحة على الفراخ ولازما في الفلسويد مدامة تشوح ويا سلام لو حابة بابريكا محمرين دول من غير ما يكونوا سبايسي او مش حار وحابة مهارة فراخ موجودين معايا تكلوا في نفس المكان حلو الكلام ونجيب الحلة دي ونطلحها تخنة طبعا معلقة اشتاكم واحد ونجيب الزيت عباد او دورا على طاست تخنة كنها شاورمة ولكن من غير زبادي حلو الكلام وهبدأ اجيب عندي فراخ اهي بص كده الهندسة بسم الله تشويح الفراخ بالجهورات بالشكل ده ماشي الكلام اوسع لنفسي عشان اخد وش فص التوم ده جايف وشابيه يعلم علي اكتر ما شوحها بالشكل ده كده ممكن اديعها بق صغير من عصير الطماطم في نهاية الطبخة عشان اخواطي انا وحطيها الماكرونة مش عايز اخليها اخليها شورمة كده مفلفلة برضو بتاعتنا بص التوم على المهارات الفراخة عالة جدا الريحة ده اللي باين قدامي ومش عايز ازود في فكرة الزيت دلوقتي عشان اخواطي احس الطعم الفهيتة او طعم اللي هي فراخة مشوية هو ده اللي انا بتكلم عليه يكون لي النفس بس واللون بتاعه كمان بيفرق كتير جدا اهو تشويح ده انا بشوح كده سنة التوم وواحدة شغالين برضو يا سلام لو انا حبيت اجيب كده المقاص بتاعي على السريع و اروح جايب حبة زعتر فرش كده اهو مش كتير في كده بص يا شبيق دول مش كتير اهو الله اهو محس ان خلاص بدي قت الفلفله كده واتشوحه حطينا ايه عشان يبقوا كده حبة البابريكا اللي هو الفلفل الارنقوتي الاحمر اللي هو مش حار وكمان سنة التوم وسنة الفلفل اسود عشان الزفارة عشان اطيق رضيحة الحلوة دي حبة ملح بوساط عشان اتبل حكي واحدة واحدة وممكن ممكن لو حبيت سنة جنزبيل لو حبيت ما حبيتش لا ما عنديش ملع اهو كل ده كله مع نفسه كده خلاص انا كده الفراخ واخد الحلقة جديدة من اللقم هانيه الاكل احنا اكيد كل يوم نعمل اكل وكل يوم نعمل وصفات وكل يوم نعمل حاجات خفيفة وفي حاجات تقيلة وفي حاجات لازم نكون يعني لمسين شوية ان مش شرط كل يوم هي الام اللي بتخش تعمل المبخ او تعمل الاكل في المبخ يعني معنى ايه كده؟ معنى ممكن حد من الصغيرين يخش المبخ ودورنا نحاول نوصل المعلومات بشكل بسيط ونحط لمقادرة تكون خفيفة مفيهاش مجهود للدرجة اللي نحتاج فيها خبير واقف معنا في المبخ او طبعا القوم بالاخص او لتفراج على برنامج اي حد فين يخش يعمل اكل بالملخص كده اكلات سريعة وخفيفة وكل الاطراف اللي في البيت موجودة الصغير وكبير واللي يأكل اكل ده نقدمها مختلفة شوية بس بجد انا بحاول اعمل حلقات حتى ما احاولوا تاخدوه يعني بالكم بارح والنهاردة بحاول اعمل حاجات تكون خفيفة وسريعة وبسيطة زي مثلا حبة مكارونا حبة فراخ بس مع الخضار مع تببيلة حلوة مع عصوص نطيف ما يكونش قبل كده عملنا بشكل يعني متكرر بس يكون فيه طريقة مختلفة هنشوف هتعمل ازاي حاجة تانية هعمل حاجة اسمها بيفيسترجانوف او اللحمة اللي هي معمولة بسوس اللحمة يعني هم مش بهزدر والله لحمة عادية جدا بقري زي دي يا شفيك انا قطعها زي تشاورمة ولكن هعملها بسوس الديمجلاس اللي هو سوس البني او سوس اللحمة مع الكريمة اللباني وبرضو اطلعها مثلا مع روز ابيض لو حبيت او مع مكاروناس بكتلي ولا طعم كويس جدا هنشوف بتعمل ازاي طبق الشربة بسيط جدا اعمله بالفراغ او باللحمة او بالخضار المهم بأساسياته واحدة ولكن الطعم بيختلف عايزة اعمل حبة شربة بمكعبات اللحمة مع الكريمة طريقة جديدة مختلفة شوية ولها طعم كويس ومميز خدوا بالكو اللي جاي كله هكون هنوعد لحوم لاني طول الحرق وعارفين كل سلام طيبين مقدما الايد الكبير والايد الاضحى داخل علينا فاكيد لازم نتكلم فتفاصيل كتير جدا بعد الفاصل يا اهلا بيكو مرة ثانية معلقة مهنية طيب ملخص الحلقة دي فحكتين ربع كيلو لحمة وربع كيلو فراخ والباقي كله على ما اعتقد يعني تعالى كده عما شافيه معلزنك ثلف الألوان والكريمة ملباني وبصل وزبدة وكرافس وكرات وخيار مخلل وزتون وجبنة وحبة كريمة وطوم وحلل وزيت وطماطم عصير وحلى وموجود صدرين فراق من قطاعين زي الشاورمة حتة اللحمة برضو من قطاعين زي الشاورمة حتة لحمة طعم قعبات على ما اعتقدت هدي المأدير ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا ونطلع التالي تبقى اللي أتكلم عليهم أبسط من بعض على ما اعتقد ما بحبش هذا فكرة ان انا اقعد اكلكع في المأدير او ازول في المعايير ودي هتكلف كتير يعني الكلام كله غريبا اللي شابه لي بعض وشاكله بعضه ده المعصوب من كلامي فانا هعمل النهاردة بيف او اللحمة البقري هتبقى معمولة بالخضرة معمولة بالسوس برضو تبقى على فرانكا شوية لو حب اعملها حابة مكارونا ومالو مش حابة رز برضو ومالو انا عملها مكارونا الأوقع شوية عشان تبقى لها طعم كويس والفراخ نفس الكلام حيث تقامل بمسيط جدا بس جوه المكارونا الفراخ هتبقى جوه المكارونا ان هي فراخ بالمكارونا او مكارونا بالفراخ اما فكرة اللحمة دي تطلع لوحدها في طبق مع السوس الدمجلاس وعايز احطنا بقى زي ما قولنا اي حاجة زيادة ما عمديش مانا الشربة يعني حابة لحمة صغيرين جدا هعملهم بفكرة الكرافسة وكرات مع الكريمة اللي باني مع علاقة زبدة ومع علاقة دي ونتبقى على نشتغل على طول طيب نبدأ بإيه؟ نبدأ بالفراخ وانت ببيلها كويس عشان خاطر تكون لها نفس كويس وكانت تشوح وتاخد وقتها وكانت نحط عليها كل الخضار اللي احنا عزينا طيب مبدايا بسم الله حابة ملحة على الفراخ ولازما في الفلسويد فده ما تشوح ويا سلام لو حابة بابريكا محمرين دول من غير ما يكونوا سبيسي او مش حار وحابة ببهارة فراخ موجودين معايا تاكله في نفس المكان حلو الكلام ونجيب الحلة دي ونطلحها تخنة طبعا معلقة اشتقام واحد تعال عم شفيق ونجيب الزيت عباد او دورة على طصل تخنة كنها شاورمة ولكن من غير زبادي حلو الكلام وهبدأ اجيب عندي الفراخ اهي بصا كده الهندسة بسم الله تشوح الفراخ بالبهار مش ركت ده ماشي الكلام موسي على نفسي عشان اخد وش بص الطوم دي شايفه وشابيه يومي اعلم عيه اكتر ما شوحها مش شاكت ازا كده ممكن اديعها بق صغير من عصير الطماطم في نهاية الطبخة عشان قواته اللي احطنها الماكرونة مش عايز اخليها عايز اخليها دي الشاورمة كده مفلفلة برضو بتاعتنا بص الطوم عالبورات الترايخة عالة جدا الريحة ده اللي باين قدامي ومش عايز ازود فكرة الزيت دلوقتي عشان قواته اللي احس طعم الفهيتة او طعم اللي هي فراخت مشوية هو ده اللي انا بتكلم عليه يكون لي النفس بس واللون بتاعه كمان بيفرق كتير جدا اهو تشويح ده انا بشوح كده سنة الطوم وواحدة شغالين برضو يا سلام لو انا حبيت اجيب كده المقاص بتاعي على السريع واروح جايب حبة زعتر فرش كده هون مش كتير في كده بصنا شابيت دول مش كتير اهو الله اهو محس ان خلاص هدقوا الفلفل وكده واتشوحوا حطنا ايه عشان يبقوا كده حبة بابريكا اللي هو الفلفل القرنقوتي الاحمر اللي هو مش حار وكمان سنة الطوم وسنة الفلفل اسود عشان الزفارة عشان اطير ديها الحلوة دي حبة ملح بوساط عشان اتب الحكي واحدة واحدة وممكن لو حبيت سنة جنزبيل لو حبيت محبيتش لا ما عنديش مالقة اهو كل ده كله مع نفسه كده خلاص انا كده الفراخ وغضت جدا وتنوم التاني سبها كده خمسة ونزود لها بقى هنا البصلية بتاعتها هنقص البصلية دي النصين نص للفراخ ونص دي اللحمة اهو ادي بصلاية حلو الكلام وهتحبت كرابس على كرات من بتوع الشربة وماله مدام موجودين ماشي مش موجودين براحتنا برده مش هيقصروا معنا انا عايزة بس اعمل اكل سريع ويبقى ليه يعني امتوا كده على المائدة والدبحة درجة شوح كويس كده اهو مش شكل ده حطلها كمان حب تزاتون وفرف الألوان هنزدبطها تبقى فراخ كده ليه طعم كويس اعملتي كده هروح مغطى عليها عشان تجيبلي بخار بعد ما شوحناها وتمام التمام هغطى عليها عشان تجملي البخار بتاعها ييدا يديني اين طعم كده اما هو اهو اهو دخلها في سكة تسويق الولدان او الاخيرة خالص الناحية الثانية خلينا نشوف البخارات دي كلها البخارات دي عندي هنا مرأة زي عالكم شايفين سك معمولة عشان خاطر هبدأ اشتغل بها للشربة خليها كده هدى عليها النار شوية اي مرأة بحبها خضار او لحمة اكيد مش فريق لان هعمل شربة لحمة يبقى عندي مرأة لحمة افضل وتم التمام الناحية دي عندي المية بتغلي والمية دي هجيب عندي للمكرونة هعمل لها كيس مكرونة حوى هسلقه بشكل بسيط كده انا شايفين اهو وهبدأ هعمل كده وحط على كيس دايما حبة ملح وبساط جدا مع سمنة زيت عشان الحاجة ما تبقاش مكالكعة معاي كده اهو ونسيبها تتعايش تمام خمسة ونقلبها عشان ما تعجنش او عشان ما تبقاش افشن بعضي هرجع للفراخ مص الكلام دي يا شبيق حبة المية هم اهو انا كنا شغال في طبق واحد لحد الان الفراخ بالمكرونة او المكرونة بالفراخ يتشوحوا تمام البصادية هنا عالية جدا مع الجنزبيل ومع الزعتر ومع كمان فص الطوم والفراخ المتشوحة ومتبهرة سيبها كده تتعايش وتاخد وقتها خش عالطبق التاني نتبله ونزبطه عشان ما نيجي نشتغل فيه كون برضو الامور معايا واحدة واحدة انا مسخن طاز ثانية عشان اشوح فيها اللحمة بس اللحمة هتتتبل بتببيلة مختلفة شوية التببيلة تببيلتي في اللحمة هتبقى حبة بهارات حلوين وهدي كمان عندي تعفير الدقيق هنشوف كل حاجة مع حضرتكم تعفير الدقيق دي اللي بقى هو الطبقة ده كده بعفر الدقيق عشان يقرمش وانا بشوح هنشوف كل حاجة مع حضرتكم تعال نجيب الاول حت اللحم ادي سوس اللحم 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 وادي حبة ملح هنا كده حلو الكلام سن البهارات لحمة من عندي ماشي الكلام يا هندسة ونجيب بص كده معلقة الدقيق دي كده اهو ماشي نجيب بولة اوسع عشان بس يبقى الموضوع واضع قدام حضرتكم اكتر ونقلبها وعكدا نبدأ نشوحها بالزبدة والزيت كده اهو يتعاملوا كده ماشي الكلام كده اهو كمان سنة تديق دي ومالو حاضر 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 هناي الاتنين كده اهو اشيل ايه عايزي دول كلهم انت رايا كده عم بني انت كمان حاضر طب هنا كويس لا انت جاي تحضر مش جاي تصور والله جاي تحضر يعني لما يمين مش احطها اشميل عايزني اخر الطرقة تقولي كتايا رايح جاي في المبكة اروح في منك يعني خليك المكاني برضو خلينا نرجع كده للفراغة بص عليها بصة حافوا بص الفراغة شايفين شايف تشويح بسيط جدا مفيهوش حاجه والله انا مستخصر احط تقوم سلسة طماطن يعني انا مستخصر على الشكل الجميل ده احط فيها سلسة طماطن هناخد جزء هنا برضو ونبدأ نشوح كده هون يعني انا كده تمام الفراغة دي خلصانة هرحلها بس كده بعد قصدك هنا نحط تانية عشان خاطر بس ايه هبقى مخلص حاجة كده واحدة واحدة نوسع على الكريمة دي دي بص الفراغة يا شفيق خلصانة فراغة متشوحة وبطريقة بسيطة جدا 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 هنا المكانونة شغالة ندهت تقديمها بالمرة زي ما اتفقنا بحيث نبقى احنا بنعمل الشغل مصبوط في كل الاتجاة المكرونة زي ما عالكم شايفين بتشتغل تتسلق مش وقت كتير من سبعة لتمن تسعة دقيق بالكتير جدا سنة المرح ندهنها بالمرة عشان ما نسقطش كده ونبقى تمام المرقة دي خليها شوية عشان خاطر شربة اللحمة هاجب عندي هنا الزيت عشان شوح فيها اللحمة اللي المتبهرة مع حضراتكم بالدقيق معها كمان الزبدة بس لما نزي بها الاول اللحمة بسم الله هنا بقى بسبب من الشكل اللي انت شايفو ده كده خمس دقائق هتلاقي دي خس ان هي عاملة زي دي بالظبط شاورمة بس من فلفلة تعبير تدي دي تديني لون سريع جدا للحمة وكمان تخلي معايا اللحمة من فلفلة واللون الجلد ان انا عايزه هنشوف كل حاجة واحدة بعد هبدأ ارفع الحاجات اللي ممكن تكون ملاش تازمة عندي وهدي ريحة تانية خالص ريحة تانية خالص لل اللحمة بس بالروزماري اللي هو اكليل الجبل كده اهو وافرومهم هنا على سن السكينة كده يا شفيق وهما بتتشوحوا كم ممكن احطوه معرفة اكلا من الاول ما عمديوش مانع بس اشتر بس اشتر شايف اللون انا بتكلم عليه فعلا هندسة شايف اللون انا بتكلم فيه اهو اهو اللون الجلد مت دقيق تعثيرت دقيق مش اكتم من كده اهو كده اهو ومعدي كده كمان لما جنزل عليها بالسوس الكريمة والديمي جلاس الديده هينفعني هيربط لي برضو السوس يعني هي على فكرة الحوار الديده مش اختراقي هي كده واكد اي حد عارف بيه فستة الجنوف بتبقى بالطريقة دي اهو بس احنا بنقلب عشان خاطر نطلع الحاجة مزبوط اهو 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 دي هتاخد خيار مخلل وتاخد جبنة برمجان في الاواخر يعني ليها كده طريقة نطلع نرضي عشان تشوحيتني خالص تمام هرجع لللحمة بشوحها بلقت بالفر اذا عالكم شايفين اهو رحتي لعشاب عالية جدا لسه همبهرها لسه هديها طوم وهديها كل حاجة واحدة واحدة ليه ما اقول اعشاب غير دي اعشاب قاش باكل فراخ فيها زعتر واللحمة فيها زعتر يعني كده كده كتير تبر في التدبيل عارف لو كحاطب بصل مع طوم هنا بصل مع طوم مش فرقة اما دي تبر معايا كده قادي لللحمة يا شابيه كده تمام واضحة جدا ما فياش اي صعوبة خاطئ تمام تمام طيب عشان اعمل السوس ده حل هديله بصارية بالمرة دلوقتي خليها تشوح بالمرة معاهم يلا اهي كده اهو اي بصارية عايزها طعم قعبات بس الافضل كله جوليان يبقى كله جوليان افضل كده هم اكل بسيط جدا والمطلوب ان احنا خش نعمله مش شرط امهاتنا يخشوا يعمله كده هم يكلم شباب النهارة الحلق دير الشباب والعرايس الناس الصغيرين اللي عادي جدا ممكن يخش المطبخ مزاجه حل ربع كده الفراك ربع كده اللحمة هيعمل طبقين محترمين هنشوفهم محارباتكم بشكل بسيط ان شاء الله كده اهو هجيب عندي بولة فاضية و هجيب عندي حبة مية نقول كبات مية كبيرة قاعدة سخنة او برد مش فارقة كتر عندي جميل هنجيب كيس الديمجلاس بيباعه في كل حتة و نعمل كده و ننزل السوس البني بالشكل ده كده هو تمام؟ و بالمضرب بتاعنا مش بتاعكم هتفرق كتير دي عندي نقلبوه هيبعمل زي النسك فيه لانه غامق هينزل هاي او اكتر هنكسره ونفتحه بالكريمة اللباني هنشوفه واحدة واحدة كده هون بسم الله حبة حبة مش كله هينزل مرة واحدة عشان لو تقل هبقى انا برضو نجهز نفسي هنا كده بقى يا شفيق السوس هيبدأ يتقل من دقيق اللي محتوط و طبعا اكيد الديمجلاس فيه نسبة نشا عشان برضو بيربط لوحده بص كده بقى هنا بقى انزل بالفلفل اللاخدر متاع عادي ليه بقى ما نرش نزل بالأول مش عايز بصراحة اهريه في التشويح هنا عايزو كده يبقى ايه مفلفل كده معايا هو والمشرم بتاعي عا الوش كده تمام واروح عامل ايه بقى لعبه حتى الزد دي شايف هيا شايفين كده اهو طعم الحاجة منه فيه اهو سيبه بقى خمسة كده وهنشوف أبقى عامل الزد بس نديره تقريبة كده كده هو كده كده ويه تمام جدا فيش زيادات ولا حاجة سيبوا كده شوية مكرونة انا ما اعتقد اكتب من كده بقى زيادة على زوج بسم الله ايه دي المكرونة تطلع من هنا يروح عاملين ايه بقى جايبين الحلة اللي فيها الفراخ عشان ننجز نفسنا برضو انو بقاش حاسين دي تسخن تاني وتعمل تاني ادي الفراخ يا باشا انا جاي لك اشافي اهو وادي المكرونة من الحلة للمصفة على طول لهنا تمام يا بستاذنا اهو وعشان كمان اضمن ان انا شغال مظبوط لو عايز حبة مية من مية المكرونة بروح عامل كده وارجع بقى هنا على النار بتاعتي تاني تعال امعرشي عشان نبقى مقفلين حاجتنا كلها انا معتقد ادي المكرونة ده بحراراتكم تسويتها مظبوطة واللحمة او الفراخ اللي انا عاملها الجوز اللي فيها بدأ يبان انا عشان كده اقولتكم مش عايز احط لها من الاول خصوص طماطن ولا ازود لها فكرة المقادير اكتر من كده هي كده ريئة لحمة الفراخ بتاعتي عفوا والخدار هيتطلع له سوس حاطت حبة المية لنصلي من المكرونة عشان لو حبيت اه اه الاحلحة كده او خليها اه رايحة جاية اهو بص كده شافيه اهو وعلى الشهده وقح يتجاب تمام السخنية كده بسيطة جدا تاخد نفس بس كده ايه المكرونة مع اللحمة مع الفراخ هتبقى لها تستعادة قوي هنا هتطلعك فصل حاضر بس ثانية واحدة ده كده برضو خلصان بدلا بخلصان بدلا بخلصان يبقى نعمل ايه؟ نفتح سنة بسيطة جدا بكريمة بدلا ما هو هيبقى اللون النسك فيه او غامق هيبقى كبتشينو اكتر شوق ايه انا بكلم معاكم كل اللغات يعني ببساطة ده المقصود من كلامي يعني فتح تفتح تفتح تهو مصة كده يا كشفي اهو حبة الخيار المخلل في اخر مرحلة من الطبقة على الوش وعندي حبة الجبنة برمجان او الشيدر على الوش تحديبة حلوة على معتكر الطبقة ده خلصان بالهنة والشفة هنشوف انطلعوا مع ايه براحتنا واحدة واحدة بعد الفاصل موسيقى 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 يا اهلا بكم مرة تانية مدحقنيش يا كشفي يعني ما تحاولش دايما بتضيقني ماشي موسيقى موسيقى مش هزيلة بحيث ت việc شاكة وعنت غمقه هتديه ديماجلاس تاني تقل مني هتدي له برضو مية ديماجلاس عندي جهزة اه سيب انا مش عارف ريالي يطلعه كده زي ما هو على طبق عادي جدا وانا الحب نعمل له حبة مكارونة او حبة رز انا معنديش مانع وتباني تعال خوش نقول في الشوربة واحنا شغالين في الشوربة هنشوف وضعنا ايه الشوربة مهما كانت شوربة او مهما كانت شوربة فيه اساسيات يمكن هو ده اللي هتكلم عنه شوية مع حضرتكم اساسياتي الشوربة او ديتى ابسط مما يكون ده مش كلامة داه كلام الناس اللي هم هدام فيه نوعين من الشوربة فيه نوع الشفاف اللي هو الكليير اللي هو بالمرأة اللي هي البيضة اللي العادية جدا الشفافة اللي بتاعتنا اللي عادية دي وفيه نوع تاني اللي هو بالكريمة كلنا عارفين طبعا طبعا انا باتكلم عنها وفيه انواع تاني بباسكو وي أول Private Psychicot هintageṣ masha beng mit khawafidos الاستشافر فيه مصري عاما فبندخلهاش وحزبالات عاما الشربة أساسياتها خضروات عطرية زي البصل زي الكرافس على الكرات ده مهم جدا في بعض الناس تحب تحط الجنزبيل خضروات عطرية في الناس تحب تحط توم خضروات عطرية ده حسب أنواع الشرب أنا بتكلم في الشربة نحن كمصريين أو كعرب نقدر نستوعبها و نستقبلها أو ناكلها بطريقتنا العادية نحسش أننا الجنزبيل حرق في بقي لا التوم فازع قلي بطبخة أوي في الشربة مش عايز حس من كده ده أساسيات طيب قلينا نتكلم لو أنا حبيت أعمل الشربة بالكريمة إيه اللي يفرق ده عندها من يمكن قلتها كتير بس برضو واجب أن نحن نتكلم عنها مرة و 22 اللي يفرق عنها الرو أو مادة الربط يعني إيه مادة الربط مادة الربط دي اللي هي مثلا أنا عندي حبة الكريمة اللباني دول مثلا أو كوباية الكريمة اللباني هل توقعتنا دايما لو نحط الكريمة حسب نوع الكريمة المتدولة بالأسواق عمتا ممكن فيك كريمة تربط معايا أو منزلها على اللحمة أو على الفراخ أو على الشربة أو أي حاجة تربط معايا وفيك كريمة تحس أنها صيصة الصيصة دي أكتر أنواع الكريمات اللي فيها لنسبة اللبن أعلى من الكريمة وده مش مخشوش بس ده يعني إليها أنواع شغر كتير لازم عشان تتخفق تتخفق أو تتضرب عشان تبقى كقيلة ومتمشي ممكن محلة حاجات كتير جدا اسم كانت للحلو أو للحادئ لو أنا من عرضا هتكلم على الكريمة التي عادتها العادية جدا اللي هي موجودة متدولة عمتا في كل حتة مص فيه وقت كتير جدا ما تحطيها لوحدها بتبقى خفيفة حتى في سوس الماكرونة حتى في سوس البشاميل فبضطر إديها معلقة زبدة ومعلقة دي أو بعد أنواع الشرب بحطينها بطاطساية بدل الزبدة والدقيق بطاطساية صغيرة جدا ليه بتحط بطاطس ملاش أنكها بشربة البروكلي بس هتربط للشربة بدون دقيق وزبدة وده بعض أنواع المطابق العالمية الفرنسوية بالأخص أو الطالينة بيستخدموا القصة دي لا الطالينة يا ربي بيستخدموا زبدة ودقيق دايما من كروف أي حاجة أما الفرنسويين وبعض الأماكن أو بعض المطابق عمتا بتفكرة الروق أو بفكرة الديق والزبدة والأوروبيين يقول لك لا حط حتة بطاطساية صغيرة كنشوئيات تعملي قوام كويس للشربة بس هي دي القصة كلها على بعضية تعال بقى نعمل الشربة ونشتغل فيها واحدة واحدة حلى سخنة عادي جدا بس كنت عاملها بالزبدة أو الزيت بقى أشتغل واحدة واحدة تعال شافيك كده على الجنب طبعا المكنان ومحطتهاش أي رصوص زي ما حالكم شايفين سبتها كده منها فيها وحطها لحبة زادون على الوشه وحبة رحان كده المتطورين دول ومتشكلين بصلايا حلوة كده للشربة دي بسم الله ماشي الكلام وهشوح بداما هعمل لحمة سنة زيت الأول بشوح البصلايا دي نايف نايف كده لسه مش حط كرافس وهجب عندي مثلا أنا عايز أقول له من الهردة هعمل شربة لحمة ياب عندي بص لحمة دي حبة لحمة صغرين بعمل كده وبدأ أشوحهم قطعين بقري ضعاف جدا بس كان بقري أوضاني حسب الشرب بشوح الأول اللحمة مع البصلايا ليه؟ عشان أستطعم الأمور وحس إن أنا بعمل حاجة مظبوطة سنة في البلسود عشان برضو الزفارة يعني الأمان دي شربة الأول وفي الأخر برق التبان في ريحة في البلسود هو ده المطلوب يتشوحوا مع بعض كده هو مش شكل ده تمام خلاص كده دي بلت شوية بدام في الكريمة بمحرقهاش أجري بسرعة وانزل بايه؟ بالكرافس والكوريت حلو الكلام؟ يبدأ يتشوحوا أكتر وحنا هنالك على الكريمة الكريمة دي بقى لازم نحافظ كويس جدا على لسعة أو تشويحة الخضرة الصويرة المفرومة دي عشان ما نجيش في الأخرة ألاقي الكريمة جميلة والشربة طعمة وكل حاجة زي الفل بس ألاقي على وش الشربة أو على وش الكريمة حاجات عايمة سودة كده السودة ده من ايه؟ من الشوحي اللي احنا عماني الأول وساعتنا بقى ممكن نقولك ايه ده؟ أقول له ده؟ ده حوار تاني خالص بحور عليكم بس هو يبقى من البصلاية المحلوقة أو من المتشواحة دي عاللزوم تمام هاجي هنا بقى كده هبدأ أجيب عندي الزبدة بتاعتي منها طعمني ومنها تربط للصوص بتاعتي الشرب بتاعتي بنزل بالزبدة بص كده هندسة تاهم بلقت تنزل الزبدة طعم الأمور وتربط برضو معايا مش بحطها كده اللي لاي لوحدها لأ طبعا تاهم ودي معلقة الكريمة اللي معلقة الدين مش هبدال أصلا بص خلاص مبقيتش باينها شايفها يا شافي انت أصلا تلك مش شايفنا أنا شخصيا مما أنا مش باين عليك ليه أول ما نربط بالشكل ده مستناش بقى يعني ما أعودش كتير لأن لو استنيت كتير هلاقي ايه الموضوع هيحصل هلاقي ان الدقيق من أنا حطيته مع الزبدة هيتقلب لعكسي هلتسع هعمل له زوس لحمة بسم الله بسم الله هنزل كده عندي بحبة المرعب توقعي ماشي الكلام وأقلب كده حد الآن هي تمشي معايا شربة شففة سيكون بالكده عليها من شوية شايفها شافيه كده الدي بقى يبدأ يطلع على وشها يبيض بصنا هو ده دي يا باشي اهو ماشي الكلام هنا كده بدأ أروح أنا عامل يبقى مغطي عشان أسوي اللحمة ما سويش اللحمة بالكريمة يعني ما حطش الكريمة اللي ببنى بيته وأقفل لا أصبر شوية وهدي كمان النور عشان ما اصربعش على تسوييتها فتغل كتير فتديني اللون اللي أنا عايزه بس مش لتديني التست اللي أنا محتاجه التسوية المطلوبة تفري لاني اللحمة بلدي او لحمة بقري عفوا البقري ده وبلدي كمان برده البقري بياخد شوية وقت تسوي على البتلو عن بعض أنواع اللحوم احنا بنحاول نجيب اللحمة اللي تكون برده ماشي عليها كده هوبصة تستويق ما شافها شافيه عندها هادية بسيطة جدا وتماني لو كنا على تسعة بنخليها على ثلاثة كمان فتسوي واحدة واحدة ولو عازت مني حبة مرأة غرب مني كتير ما عازتش أنا كده كده مكتفي وأهم حاجة سوي الحاجة مصبوطة وبعد كده هبدأ أنزل عندي بكريمة لنمستبعك تابني خلص الشرب ونطلع فاصل يعني شسرق ايب من شوية او انا بتهيقلي لا يا خلاص يا عم خلاص أنا خلصت يعني أنا خلص بس دي سويتها وطلعك بفاصل كده نرجع انتشوق وننقفل حاجتنا خلاص ايدي الشربة كده عايزة بردك بردك عشان احنا بعملاش اصلا قبل كده الشربة دي بقى بقى لكتير جدا عمر يعني شربة اللحمة الكريمة دي بقى كتير بقى لكتير بصراحة بص كده اه هطلع الكبشة بردك بص كمان في حاجة انت مش واخد بلاك منها بص يا شافيه الكرافس والكورات لسه مستووش لسه مستووش شايفهم مقولش بقى هم كده حلول وفرش لا متحورش علينا باشا خلينا نسوي الحاجة كويسة وبعد كده نعم انت عايز تعمل تعال تقفر الطبق ده ونطلع فاصل وبعد كده نرجع انتكون معنا الشربة تكون استوبر حيطة وعلمها لها طعب للنسبة الطبق ده شكله حلو وجميل بس قفش بص كده شافيه ايه لا ما هتقولش ايه جلد ايه جلد لا بص كده كده قفش قفش لدي ديمجلاس والصبوني لازم ياخد وقته فرح عاملين ايه زي ما احنا النار تمام عندي هنا حبة ديمجلاس التمين دول اهو نروح نصدين قبة يبقى فاكك وزي الفل ياخد غلوته يبقى رجع تاني احسن من الاول اهو بس والله بتتكلم تأساسيات والله العظيم تلاتة سر المهن لحضراتكم لاني محبش اجدب يعني او اغير من كلامي او مصطلحاتي كده اهو بقى تمام كده اي مشكلة ولا حاجة خالص ده كده وزي الفل اهو خلي ياخد وقته ويتعايش خلي عليه بس كده النار ويبقى زي الفل ده غلوة ويتغرف على طول في طبق لطيف اجدوه سينة الرحان بتاعته من دلوقتي ما عمديش مانع اهي وحبة الجبنة وهو طالع على اخر حاجة على الطبق وعايز اعملوا مكرونة زي ما قلنا عايزة خليسة اده احسن ولو حبيني نعم راحاتنا رجبنة يعني مزاجنا تعالوا وطلع فاصل سبا انا واصل موسيقى يا اهلا بكم مرة تانية معلوق مهنية طيب قبل الفاصلكم احنا مدين سنة ديمي جلاس نحن نحلح شوية البيب استجانوف ده خلصا نغرف شمال ولا مين يا استاذنا كده اهو موسيقى كده اهو كل الصوس الجميل ده على الوش اهو بس ما نزودش اكتر من كده ونديله كمان حت الجبنة البرمجانية او الجبنة الموجودة عندنا عمتا على الوش كده بس ده يعني حاجة رائعة هنا حطنا الكريمة كده هندسة كوباية تريمة صغيرة جدا نصو كوباية حسب الموجود ونشوف اغبار الدنيا ايه بدأت البلامح تبان ايه اه غلوة بس كده كمان عم شافيه ومع كده يبقى مزبطين الدنيا هايزة اعطت لها جبنة ما عندهش مانا ادي حابة الجبنة هم مش هقولوا لأ يلا موجودين بالمرة دين تستوارده نطيف كده السيكة تاخد غلوتها وتتعايش وبعد كده مغرفة عليكم انا ما اعتقد بالامور مفهش يعني زي ما قلت لكم النهاردة انا جاي اعمل اكل على السريع جاي اعمل حاجة تتاكل حاجة تبقى في الانجاز حبة المكرونة بالفراخ ولا حبة اللحمة اللي شوحناهم اي حد ممكن يخش عليهم عادي جدا في المطبق يخش يعملهم ويأكل ما شاء الله حتى كيس مكرونة ده كيس واحد مكرونة ماذا ما حاكم شايفين حبة ديتون كده يا رواقولة الدنيا بده ما احبقى وقفلين زاكتين كده بيها انشاء الله ليلة كده وعلى فكرة احنا ما ديسا نحطناها علىها سبايسي ما بدك بقى لو حطنا عليها مثلا قرنة في الفرحر في النص اكيد لها مزاجة عاية جدا ممكن نشيل الفلاخ دي اصلا عامة ونعمل بدلها لو حبينا تركي او اللي هو صدور الديك الرومي ممكن بنفس الخلطة ممكن نحط لحمة زي اللي عملناها دي برده عادي يعني حسب اللي مزاجنا وحسب اللي قدامنا الشربة خلاص بتغل اهي اهي هو ده المطلوب كمان بوس يا شبيك ما عامل ازاي بس ديها غلوة كمان ونغرف على طول عشان تبقى الحاجة متزبطة يعني ما هي دي فكرة الاكلات السريعة اللي احاول بس ايه ابسط اووصل امور تكون لطيفة لاني برده حياتلون اسبوع بنطبخ يعني طواجن وصوان وحالة وحاجات كده كده كتير وكمان زي بولت احضركم اول الحلقة ان شاء الله خلاصكم لسوان طيبين لأيد على الابواب فاكيد لازما نعمل حلقات المميزة بتاعت كل سنة اللي هي بنقعد نضرب حلقات كل يوم في الاكل بتاعنا بنعرف ونفهم لما نروح اشتري لحمة بعمل بها ايه لما بجيبها عندي اللي بعمل بها ايه لما ببح بشتري الخروف ده اللي بعمل بها ايه وبعد ما قطحهم وبعد ما الجزار يمشي بنعاز اتبخهم احنا شغلتنا دي برضو او شغلتنا دي برضو او شغلتنا دي نوضح تناخد الرقبة نعملها ايه والافضل للزند يكون ايه لا 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 الفرق ده نحطها مش عارب فين ده كله اكيد لازما نستلسى عليه الفترة اللي جاء ان شاء الله لحضراتكم واكيد هتشوفوها حد ليلة اللي وقفة بإذن الرحمن ان شاء الله هيكون في حلقات مميزة وفي كمان حاجات خارجة كده لطيفة بوسطة ان شاء الله تاجب حضراتكم والامور زي كل سنة ما حالكم عاودتونا وعاودنا حضراتكم ان نكون معاكم في كل موسم بخير ان شاء الله كل مسافر ربنا يا رب يرجعه بالسلامة ويدع الاولاد ويدع الصحب ويدع زميل ويدوح كأوة كمان ان شاء الله يزور الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى مجبورة كل الناس يا رب ان شاء الله كده الشربة خلصالة تعال نغرب عمش فيه بسم الله قادي يا سيدي شربة اللحمة بالكريم احس كده خلاص القنور أبصف من ما يكون متقولش اكتب من كده ونزودش عليكو وديكت حلقتنا حلقة جديدة والسلام عليكو موسيقى قاعدة شركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن خلف اشتركوا في القناة